وندخل في ختام هذه النشرة عالم الرياضة ومنافسات النسخة 48 من جائزة الحسن الثاني والدورة 27 لكأس للا مريم للغولف المتواصلة على مسالك لغولف الملك دار السلام بالرباط البطلة المغربية إيناس لقلالش تتميز فاليوم الأول من منافسات كأس للا مريم باحتلالها المركز الثاني بفارق ثلاث ضرابات عن الصدارة والأميليكي ستيف بات يتصدر جائزة الحسن الثاني بعد اليوم الأول نفتح الخط مباشرة لموفد ميديا لتغطية البطولتين حسن جابري مرحبا إبراهيم بك وبكل المستمعين الكرام من هنا من مسالك لغولف الملك دار السلام حيث تتواصل الجولة الثانية من جائزة الحسن الثاني في نسخة 48 وجائزة كأس للا مريم في نسخة 27 تحت الأمطار اليوم الثاني تحتل الأمطار وتتواصل المنافسات وفي منافسات كأس للا مريم البطلة المغربية إنس القلالش تواصل مصارها في المركز الثاني بخمس ضربات تحت المعدل متخلفة بفارق أربع ضربات عن المتصدر ماريا فارسي التي كانت قد تصدرس أيضا في اليوم الأول إنس القلالش تحتل الوصافة منصفة مع اللعبة الفرنسية بولين غسن بوشاغ إنس القلالش التي تسير في اتجاه أكيد تجاوز الكوت من أجل لعبة اليوم الأخير من التباري عكس المتسابقات والبطلات المغربيات الأربع الأخريات الحديث هنا بالذات عن مهى الحديوي التي تواصل في الأثناء الجولة الثانية حتى حدود اللحظة بعد منتصف الجولة الثانية تحتل المركز الخامس والسبعين بخمس ضربات فوق المعدل في انتظار دخول البطلات الأخريات الثلاثة المتبقيات صوفيا شريف السقلي فضلا عن لنا بالمعطي وأيضا ملك برعداء بعد لحظات الجولة الثانية على مستوى جائزة الحسن الثاني الصدار دائما من نصيب الأمريكي ستيف بوت بست ضربات تحت المعدل النتيجة التي كان حققها في منافسات اليوم الأول منافسات اليوم الثاني تتواصل تحت الأمطار وأكيد الأمر الذي سيؤثر على المتسابقين وسيضفي إثار أكبر طيلة منافسات اليوم إبراهيم المنافسات التي سنطلع على نتائجها أكيد في نشرتنا اللاحقة إليك الخط إبراهيم من هنا من مسارك الجولف الملكي دار السلام بالربط